كانون بنت السنوي هادية جدا وفنانة بتحب تعمل كل حاجة بمنتهى البط ودي طبيعتها ده لفت نظر مدرستها قالت لها انت كده ما تعرفيش قيمة الوقت وان ده عب كبير جدا في شخصيتك البنت بتشوف مامتها وقت قليل جدا لانها متجوزة غير باباها وكمان حامل كانون عايشة مع باباها القب العصبي قاليلي الكلام ولو اتكلم يقبع علشان يزعق في اللي قدامه وطبعا ما فيش اي حوار بينه وبين بنته حتى ان البنت بتخاف من باباها ودايما بتكون مترددة انها تقوله اللي هي عايزة الاب بيقابل كل المواقف معاها بشكل مبالغ ولما اكتشف ان مامتها جابت لها تليفون علشان تقدر تتواصل معاها اخده ورمام الشبايق قال لها مفيش بنت في سنك يكون معاها تليفون البنت كاعدتها مع باباها بتسمع كلامه ما تحاولش حتى تناقشه بعد المدرسة دخلت محل وكانت بتتفرج على طلاق الاظافر بمنتهى الهدوء زي طبعتها بيدوفلي صاحب المحل شافها وفيه منها بتسرق اخدها من ايديها بمنتهى القصوى ودخل بها جوة بعد دقايق بسيطة البنت جريت وهو كان بيجري وراها كان خلاص هيمسكها لكن هي جرت على الشارع وفي الوقت ده عربية خبطتها اللي بتسهول عربية كانت في حالة زهول مش مصدقة ان بنت ظهرت قدامها بالشكل ده بيدوفلي قرب من البنت واللي كانت راسها مليانة دم كان بيحاول ينقذها لكن قبل ما يلحقها عربية نقل كبيرة على الطريق خبطتها تاني العربية سحبتها تحتها مسافة طويلة جدا ماتت البنت وجثتها بقت مشوهة وتعرفوا على شخصيتها بس من شنطة المدرسة القب شاف بنته بالمنظر ده كان في حالة صدمة والامة عايزة تشوف بنتها لكن هو رصد قال لها مفيش داعي لان انت مش تقدري تعرفيها اللي اتنين انهاروا على بنتهم الحادثة تعرفت في الاعلام وبدأ اتهم بالدرغة الاولى على صاحب المحل واللي اتهمها بالسرقة علشان كده هو جري وراها طبعا الكل قال ان سرقة ازازة طلاق اظافر مش مبرر ابدا اللي موتها بالشكل ده القب كان متأكد ان بنته مش حرامية وهي اصلا عمرها مهتمت بأدوات التجميل كان تفكيره في الحادثة مختلف خالص عن كل الناس كان متأكد ان صاحب المحل اتحرش بالبنت علشان كده هي هربت منه ولما اتهمه كده طبعا انكر لكن مش قادر يثبت ان البنت كانت بتسرق لان كل كاميرات المحل بايزة الاب مقدرش يمسك نفسه وتهاجم عليه والصحافة كانت موجودة وصورت كل اللي حصل والصبح الاب لقى قدام بيته منشورات ضده واللي بتقول عليها مجي وان بنته اكيد حرامية قالوا كمان ان الواجل بالشكل ده اكيد ربا بنت كده وفي نفس الوقت في مجموعة تانية بتهاجم بيدافلي كاتبين على المحل اتهام لي بانه هو متحرش الاب راح للمدرسة المدرسة تكلمت مع زميلها عايزة تعرف لو البنت فعلا تعرضت للتنمر لكن كلهم انقروا ان حاجة زي كده حصلت الام كانت بتعاني مش قادرة تبعد عن مكان الحادثة بيدوف لي كمان كان احساسه بالزنب بيزيد مش ما خليه قادر يعيش الاب اتكلم مع طالقته قال لها للبنت قبل وفاتها كانت عايزة تقول لي حاجة عن المدرسة وانه هو للأسف مدلهاش فرصة تتكلم قال لها كمان اكيد كان عايزة تحكي عن التنمر اللي بيحصل لها جوه المدرسة لكن الام قالت له الموضوع مزي ما انت فاهم خالص الام قالت له البنت كانت عايزة تبلغك ان انا اروح معاها اجتماع المدرسة مش انت اتعصب عليها جدا قال لها الموضوع ده هايف واكيد ما كانتش خايفة تتكلم في الموضوع ده الام قالت له انت صنعت الخوف جوها وحتى المواضيع البسيطة بقت خايفة تكلمك فيها هجمته قالت له انت تعرف ايه عن بنتك بتحب ايه او بتكره ايه عايش معاها في نفس البيت ومفيش اي حوار بينكنتو الاتنين تاني يوم راح على المحل ودخل على مكان اللي فيه ادوات التجميل اخد حاجات كتير جوه شنطته ولما شافه بيدفلي حاول يهديه لكن الاب قال له ما عملتش كده ليه مع بنتي سحبتها من ايديها بمنتهى القوة ودخلت بيها جوه عملت فيها ايه جوه فعلا اللجوم على بيدفلي بيزيد حتى الناس اللي كانت بتشتري من المحل بتاعه ما بقتش تروح والاب طوله النهار والليل بيرقبه لانه متأكد انه هتحرش ببنته وده سبب هروبها البنت اللي خبطت كانون وصلت عند الاب اعتذرت ليه على اللي هي عملته طلبت منه يسامحها لكن هو رفض رفض حتى يتكلم معاها رغم ان هي جات له اكتر من مرة وكل مرة كانت بتعيد بسبب احساس الزم الاب بيفتكر ان كل الناس بيتكلموا عليه ولما بيكتشف ان هو فيهم غلط بيمشي الاب فعلا مش قادر يشيل عينيه من علي بيدفلي الشاب اعتذر ليه رقع قدامه يطلب منه ان هو يسامحه لكن الاب قاله اسهل حاجة ان انت ترقع وانا ممكن اخد نفس القرارة دلوقتي وارقع قدامك وده مش معناه ان انا فعلا مغلطتش بيدفلي قضى ايام صعبة جدا لدرجة ان هو فكر في الانتحار علشان يخلص من الضغط ده وفي الليلة دي جيت ليفون للاب عن حالة انتحار المنتحرة البنت اللي خبطت كانون ما قدرتش تعيش بعد ما تسببت في موت الطفلة كانت صدمة كبيرة جدا لمامتها في الوقت اللي هي قدرت تخلص من حياتها بيدفلي لحقيته عاملة عنده قالت له انت بتعمله ده غلط وكل هيتأكد ان انت فعلا تحرست بالبنت الاب راح عزة اللي قتلت بنته ولما قابل مامتها قال لا انا مش جاي عشان اعتذر لكن هي سكتته قالت له انا اللي باعتذر ليك وان هي فعلا اسفة على اللي بنتها عملته معاهم قالت له كمان انا حاسة بيك كانت اسفة جدا لانها شايفة انها مربتش بنتها انها تتحمل الضغط واللي كان سبب انها نهيت على حياتها بالشكل ده قالت حقضي بقيت عمري اكفر عن اخطائف تربية بنتي الاب بدأ يفتح حاجات بنته عايز يعرفها اكتر عايز يعرف كانت بتحب ايه وتكره ايه اكتشف انها كانت بتحب الرسم اول مرة يعرف بدأ يرسم زيها وفي يوم وهو في قضتها لقاها مخبية ادوات مكياج ما كانش مسدق ان بنته فعلا كانت بتسرق من المحل اخذ الحاجات وكان في منطقة العصبية ورميها برا البيت ومن اللحظة دي بدأ يهدى بعد ما حمل نفسه مسؤولية الضغط على بنته ولما قعد مع مامتها في الاول هاجمها لان هي حامل وحتجيب بنت تعوضها ولما اتداقت منه وكانت حتمشي لأول مرة واقفها واعتذر قال لها انا اسف وانه هو بيغير من جزهة لانه قدر يعيش معاها حياة مستقرة عكسه هو طبعا بيدوفلي قفل المحل بعد ما افلس واشتغل عامل ولما شافه الاب بالصدفة بعد فترة طويلة جدا اعتذر لي قاله ان هو كان فاهم الموضوع كله غلط وسائل ظن بي بيدوفلي انهار قدامه وهو كمان اعتذر للاب اعتذر لي لانه كان سبب فرعب البنت بالشكل ده وخليها تهرب المدرسة بتاعت البنت كانت حاسة بالزنب هي كمان لانها دايما كانت بتنتقدها وتقولها ان ان انت بطيئة الاب اخد اللوح وتفاجئ ان بنته كانت رسمة نفس الصورة اللي هو رسمها صور للسحاب واللي شافوها من سنة في التلفزيون قبل وفاة البنت في اللحظة دي عرف ان كان فيه تمات مشتركة بينهم هما الاتنين لكن حتى ما كانش يعرف كده لانه ما بيتكلمش معاها الامة ولدت بنت وبدأت حياة جديدة في الدنيا بنتعامل مع بعض كأننا مخلدين في الدنيا واللي قدامك ده عمره ما هيختفي في يوم الايام لكن الحقيقة ان ده ممكن يتغير في لحظة وساعتها الندم هو بس اللي حيكون قدام العيون لازم نتعلم نوقف الكلام الجارح اللي بنقوله للناس اللي بنحبها عبروا عن حبكم قولوا كلام يقرب ويسعد بلاش الكلام اللي يهدم ويباد